ميزن أنت ليك علاقة أصلاً بالتنمية البشرية ولا لا؟ خالص كلها خبرات شخصية وكلها حاجات أنا مريض بيها وغلطات كتير قوي عملتها في حياتي فبالتالي من الغلطات دي تعلمت منها لأن أنا بدأت شغل من أول ما خلصت مدرسة بدأت دخلت في حياة الـ Business World أو الـ Corporate World على أساس أنه هو ده الطريق المفهود كل الناس بيشحوا لك أنه هو ده النجاح وهو ده بس النجاح بس اللي اكتشفته بعد 14 سنة في الـ Corporate أو في الشغل اللي في شركات مختلفة أنه ليس هو طريق واحد بس هو فيه طرق مختلفة ممكن تنجح بيها وحسب أنت بتحب إيه وعايز تعمل إيه في حياتك ممكن توصل للحاجة اللي أنت بتحبها فلما تعلمت الحاجات دي كلها بالطريقة الصعبة بقعد شوية خبرة مع شوية حاجات بتقع في الحياة مع العلاقات مع الأهل مع الكلام ده كله فكل شوية بتكتسبي خبرة من هنا ومن هنا وبتعملي غلط لأول بعد كده بتشوفي إيه الصحة وبتعمليه وبالتالي بحاول على قد ما أقدر كمان أنه لما أجد النصيحة ما أقولش أنه هو ده الصح وما فيش غيره بخلي النصيحة تبقى شوية مفتوحة أنه اللي بيتفرج عليها يحاول ياخدها ويفكر يقدر يزاي يلقاها على نفسه فما بقولش أن أنا بتاع تنمية بشرية مية في المية بس بقول أنا بحاول أدي النصيح من حتة خبرة شخصية والخبرة دي كل واحد هيعرف يلاقيها على نفس الطريقة طب من وجهة نظرك ومن خبرتك يعني الواحد أول ما بيسمع كلمة نصيحة بيجري صح؟ يعني معظم الناس أول ما بيحسوا أنه هو في حد هيجي دلوقتي ويوجيهم أو هينصحهم ما بيبقوش عايزين يسمعوا النصيحة خصوصاً لو سن صغير وأنا بحس دايماً من الفيديوز بتاعتك أن من غير ما أنت تقول أن هي لسن صغير بس بتحس شوية أنه هو شباب صغيرين موضوع فأنت ما بتعمل إيه؟ يعني الناس بيطاب بجد بتسمع النصيحة وبتحس أنه بيبقى فيه فيبباك بسطف أو إيجابي عندك هقولك على حاجة دايماً لما بتكون النصيحة جاية من أهل أو من حد في حتة تحسين هو الباور بتاعه أعلى منك أو أنه هو هيقولك لازم تعملي عشان مش هتعملي غير كده دايماً الأصاد النصيحة بيحس أنه هو هيرجع على وراء ومش عايز يسمع اللي هيتقلق بس لما يكون هو اللي داخل بيدور على نصيحة معينة عشان هو وقع في مشكلة الموضوع بيبقى مختلف وبالذات لو السن قريب من بعض الشوية فلما منكون بنتكلم من خلي بالك برضو يا رهيم هالينا شايفوا الحياة بطريقة مختلفة عنه تماماً والنصيح اللي هم هيدوهنها هتبقى بيزد على الحاجات اللي هم شافوها وعاشوها فوقتهم وكل الحاجات دي تغيرت دلوقتي فلما نيجي نقول نصيحة من دلوقتي من العالم اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ومن الزمن اللي احنا فيه دلوقتي الموضوع بيبقى مختلف لأنه بنتكلم بنفس اللغة بنتكلم بنفس الطريقة بنيدي إجزامبلز أو قصص عن حاجة ممكن تكون حصلت دلوقتي فالناس هتقدر تجمع اللي أنا بتكلم فيه عشان هو عايش في نفس الزمن اللي أنا فيه فالموضوع بيبقى مختلف شوية فبلاقي دلوقتي أن الأكاونت بتاعي كبر جداً من وقت ما بطيت تعمل نصيحة اليوم أنا كنت زمان مركز أكتر على صحة يوم بدري والنزول والخروج والسفر وإيه الحاجات اللي ممكن تعملها في يومك وكانت حاجات كلها زي ما كنت بتقول يا حاجات كلها حاجات إيجابية بنحاول نبعد عن السلبية وعن الاكتئاب لأن السوشيال ميديا بقت مليانة سلبيات فلما بطيت عمل نصيحة اليوم اكتشفت أنه السن ده كتير منه قوي 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 بيبقوا مستنينها لما فيه يوم بيعدي من غير ما نزل حاجة لو واخد أجازة بيتباعات المسجات قد كده فايل نصيحة اليوم النهاردة يلا عايزين نسمع طيب حطيت قبل كده نصيحة على السوشيال ميديا ولقيت عليها يعني رد فعل هجوم أو سلبي طبعاً 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 إيه هي وكان إيه هي الهجوم اللي عليها حاجة من الحاجات اللي كان عليها هجوم كانت آه كنت بقول مش مطلوب منك في سنك ده إنك تكون عارف حياتك هتبقى عاملة إزاي أو تبقى عارف كل خطوة في حياتك هتبقى عاملة إزاي فالناس كانت بتسأل أنت قصدك إيه بسنك ده لأننا سبتها مفتوحة برضو يعني لو حد عنده عشرين سنة ولا حد عنده تلاتين سنة ولا في الاربعينات ولا في الخمسينات وأنا كنت قصد أن أسيبها مفتوحة عشان لأي سن وأي عمر لأي سن وأي عمر نعم في ناس كتيرة جدا غيروا حياتهم كمبليت لما كان عندهم ستين سنة صح ولما كان عندهم خمسين وثلاثين واربعين أنا غيرت حياتي كلها أنا سبت الشغل اللي هو في دخل أساسي وفي سيكوريتي وفي كل حاجة وأنا عندي واحد وثلاثين سنة وابتدت في حاجة جديدة خالص ما عرفش عنها آية حاجة طبعا مش بقول لازم كل الناس عمل زي بس بقول اللي عايز يعمل كده هيعرف لو ركز في الحاجة وعايز يعملها فعلا وعايز يروح ناحية حلمه أو حاجة هو بيحب يعملها مش عيب فعشان كده كده كنت سيبة مفتوحة بس كان فيه هجوم جامد أين قالوا لك إيه أصدق إيه سنك كام بس ما فيش حاجة سلبية أكتر من أسئلة يعني لأ فيه ناس بتخش بس الحمد لله أنا بحاول أخلي الكومنس اللي موجودة على الصفحة عندي تبقى كلها هادفة ما يبقاش حد بيشتموا وحتى لو حد دخل قال أنت يا عم بتقول أي كلام وأنت ما بحاجمش بس بتدخل ترد على كل الحاجات حتى لو كانت سلبية حتى لو كانت سلبية لأن فيه ناس كتير قوي بيبقى دخلين عايزين يرموا كومنتات سلبية وخلاص فبدل ما مسح أو بدل ما عمله بلوك أو بدل ما أحاول أخفي عن الناس لا بهندله بطريقة عشان برضو عايز ده يبقى إجزامبل للناس أنه هم يشوفوه أنه مش لازم تخش نتخينها مع بعض سهل قوي أن الناس تخش تشتم بعض وتتكلم مع بعض بطريقة سلبية عشان ما يعرفوش بعض ومشوفوش بعض قبل كده بس حطيهم قدام بعض هتلاقيهم احترموا نفسهم مؤدمين وحلوين وكل حاجة كمية فعادي جدا نحن نبقى محترمين برضو على السوشيال ميديا فلما حد بيكتب حاجة بخش أتكلم معاه بشويش جدا وبقول لو عايز ترد ياريت ترد علي وهنتكلم مع بعض ويبعتلي على ده أما أو نتكلم مع بعض على الخاص لأن أكيد اللي بيتكلم ده يأما عايز يأما عند وجهة نظر بس مش عارف يعبر عنها بطريقة صح فلما بتخديب الهداية وبتلاقي الطريقة حتى لغة الحوار اختلفت بتلاقي إيه ده انت شخص محترم جدا وأنا آسف أنا أتكلمت كده ويبتدي يكلم بطريقة كويس فبردأ على كل بإيه